السلام يا حمامة سلامني على تونس مزيانة معكم امال بانس في فيديو جديد اليوم الفيديو هذا بش رد على التعليق الفيديو السابق انا اخذي صيد كبير عند التوانس الي اتي بختاجي قد مني 1500 مرة مكنش انتوقع يعني الاثر الفيديو هذا عندكم فما الناس اتهموني بالبوز لنكنش عندي حتى نية بالبوز خطر عندي اكثر من عامين في الانترنت ننتج في فيديوهات مختلفة اما يعني منيش جديد على الانترنت بصراحة شوي تخير سوربخيز معناه بالاثرر اللي عملوا الفيديو هذا على التونسيين وحتى على الجزائريين بعثوا لي برشا مساجات نشكركم على تعليقكم الايجابية تعليقكم التشجعني على الموصلة لفيديوهات هذه يعني فيديوهات تنتقد الوضع في تونس في البردان العربية واكثرية فيديوهات تنتقد الهجم الاسلاموفوبية على الدين الاسلامي وعلى المجتمعات الاسلامية الفيديو هذا مخصص لجماعة اللي عملوا تعليق سلبية وتهجموا على بطريقة شريسة تهجموا على ما بخصون تهجموا عليها انتونك فام وتهجموا عليها لاني زاد عايشة في الخارج وتهجموا على انتقاداتي للوضع بطبيعة تهجموا عليها بشورد عليهم حجة بحجة ان شاء الله يا رب يوفقني حجة بحجة باش نوريوهم اللي هما عندهم مفاهيم غالطة على الاخر ومفاهيم يعني الحجة الليولة عند فما بنيات يبكيوا على يوسف الصديق والله يكونت ياسر قاسي على يوسف الصديق مسكين هو رجل كبير عنده مشكل في النظر متعفل عنده مشكل في عينيه وشكون انت باش تمتقد الفيلسوف الكبير متاع شكون الفيلسوف الكبير حتى نعم عندي باركور انتلكتوال انا دكتورة في الادب الفرنسي وفي التاريخ الفرنسي ونقريح يوسف الصديق هو وزادة مش مشكلة معنى مو يوسف الصديق دجا انتلكتوال اني مم با ركنيه باريز انتلكتوال فرنسي يقول لكش نعرف بالكل يقول لك ما نعرفوش يوسف الصديق كبير في عينيه مووش كبير في عينينا شاكا سيكريتير شاكا ساكولتور يوسف الصديق بصراح معنى هما وجوحهم اللي فات باش انا نسخر من يوسف الصديق انا سخرتها الخاطروه يشبه برشا لدجال خاطر عنده عيني بعين ولكثري صخرت من افكاره افكاره دجالية افكاره يعني افكاره معنى هي Robert هلا فعلا كنى темпер الدائق هلا من العلماني الفرنسي هو العلماني الفرنسي ايكدا تطرفاiten العلمانيه عنها هلا ت Punjab مجرد في العلمانيه Darling يوسف الصديق نحنين حق Soul شعب تونسي يعني كيفاش إنسان هو مريض وعنده برشا مشاكل يتجرأ باش يتهجم على شعب التونسي يتهجم على عقيدته يتهجم على ثقافته الإسلامية هذا كميسياج هذا كموجو حمش معني هما أكثر فرنشما وصندي جان معني شو نقولك معني جو بخيرها متاخ نسوية الحجة الثانية ألا جابوها لي دوك التهجم الثاني انتي عايش في بلد في عقل العلمانية وزغارك يتمتع بالعلمانية وانتي تمتع بالعلمانية وانتي قادة تهجم في العلمانية وإحنا توبس نحبها علمانية أولا أنا لا أتهجم على العلمانية أنا أنتقد العلمانية انا أنا انتقد سلبيات العلمانية العلمانية يجب أن يكون منهج لchlagen ليست اللعروفي العلمانية والإchnetعادة في فعله ما أعرف expects ي частиنا أما الأكثر من لأنه لا يجب العلمانية بالك حسبها دوكت أهلا يبعون من العلمانية هذا يعني إننا في ماريا لذلك العلمانية أصبحت فكر يناهض وحارب الفكر الإسلامي هذه المشكلة في العلمانجية يعني أني بلو علمانية أل دفين علمانجية ثم العلمانية بالنسبة لهم العلمانية هي السبب في ازدهار الغرب بالنسبة لهم العلمانية هي التي تثبت في ازدهار الغرب ازدهار اقتصادي ازدهار تكنولوجي ازدهار ثقافي هذه مفاهيم غالطة مفاهيم غالطة مئة في المئة على خطراج كما أقول لكم انا اختصاصي في التاريخ فرنسا العلمانية هي عامل من عوامل ازدهار وليس العامل الأساسي العامل الأساسي في ازدهار الغرب منذ 400 سنة منذ 1492 هو الرأسمالية والثروات المجلوبة من المستعمرات يعني منذ 500 عام والغرب يجلب في الثروات من امريكا الشمالية امريكا الجنوبية القرى الافريقية باكمالها بعض البلدان الأسيوية واستراليا هذا هو السر في ازدهار الغرب الرأسمالية والثروات وطريقة طريقة يعني العمانية طريقة انتشارها هذا السر في ازدهار الغرب العلمانية منين جاءت العلمانية العلمانية كانت في مصلحة الأقليات العلمانية انبثقت من مجتمع قايم على الظلم والتمييزة في القرون الوسطى يعني العلمانية المجتمع القروستي الأوروبي لم يكن مجتمع عادل مع الأقليات والأكثرية مع الأقلية اليهودية اليهود في القرون الوسطى كانوا يسكنون وراء الأسوار لم يكن يمتسجوا لم يكن يختلطوا بالأغلبية المسيحية لم يكن عندهم نفس الحقوق ونفس الوجبات كالمسيحيين العلمانية جاءت لأكثر ليعطاها حقوق وواجبات للأقلية اليهودية واندماجهم في الثقافة الثقافة الأغلبية العلمانية بطبيعة كيف جاء العلمانية كانت نتيجة مجتمع ظالم مجتمع قايم على التمييزة لكن العلمانية لم تكن ناتج المجتمع الإسلامي لماذا؟ لأن المجتمع الإسلامي مجتمع منظم مجتمع يعني منظم حسب الشريعة الإسلامية يعني الأقليات كانت عندهم حقوق وواجبات ما كانش عنا في المجتمعات الإسلامية منذ 1400 عام ديبوغرام أو أعمال تعذيب لليهود أو لغير اليهود الأقليات اليهود في الغرب تعذبوا عذابا شديدا يعني عاشوا الإيبوغرام المطرادات وعاشوا التمييز العنصري بطريقة شنيعة لكن في المجتمع الإسلامي لم نشفوش هذا ما شفناش هذا كانوا يسمونه بأهل الذمة بأهل الذمة بعض الإسلاموفوبيين يحكيوا على أهل الذمة بطريقة سلبية قالوا أهل الذمة معنى ناس عندهم معنى مش نفس الحقوق كالمسلمين وناس يعني غير محتقرين لا يا سيدي إذا كنت تعرف اللغة العربية أهل الذمة يعني يعني هم على ذمة الله وعلى ذمة الوطن وعلى ذمة الحاكم يعني هم محميين تحت حماية حماية الدولة الإسلامية العلمانية كما قلت لكم ناتج لمجتمع غربي قائم على العنصرية ليس قائم على العدالة لهذا العلمانية لم تكن ناتج للمجتمع الإسلامي العلمانية هي كونسيبت جديد المشكلة في فِيه العلمانية أنها العلمانية في المؤسسات الاقتصادية والمؤásسات المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات السياسية نجم تكون ت graphically dispatch correct نجم تكون عامل إيجابي لكن العلمانية لم تuju في العائلة في الأسرة تكون يعني عامل سلبي المشكلة بين تونس والاتحاد الأوروبي هي علمانة الأسرة العربية الإسلامية انتو معلش عندكم مشكلة المساواة المساواة في الأرض هذي عملية علمانة الأسرة وعلمانة الأسرة كما قلت لكم في الفيديو ستؤدي بكم إلى طريق مزدود يعني تهديم الأسرة وتهديم الأسرة وتهديم العلاقات الأسرية دوك المشكل القائم بين العالم الإسلامي والعالم الغربي هي علمانة الأسرة العربية الإسلامية هي علمانة المفاهيم يعني المفهوم المقلوب كما قلت لكم تونس والخير أصبح أصبح الشر وشر أصبح خير سيساء العلمات الأسرة لذلك العلمانية واحد النجم يكون يعني نجم يتفعل معها بطريقة يعني عقلانية العلمانية إذا كانت عندها إذا كانت عندها يعني إيجابيات على الاقتصاد على المؤسسات الاجتماعية والسياسية أهلا بها لكن العلمانية علمانة الأسرة هي مشكلة كبيرة العلمانة تجيب لكم للبيغاليسم سكسويلة العلمانة الأسرة تجيب لكم للبيغاليسم سكسويلة تجيب لكم حقوق الجنسية الطفلة الحقوق يعني تجيب لكم أيضا نظرية الجندير اللي هي تخلي الإنسان يشكر في الجورم بتاعه اللي هو مره ولا رجل دوك العلمانة الأسرة هي المشكلة القائمة والناس اللي يفكروا معنا هيدافوا على العلمانية ناس ما يشوفوش أكثر من خشامة بتاعهم ما يشوفوش أودلادو لغني أوكي ولا دوك المشكلة الأخرى الزواج الحلالي حسب الشروط الإسلامية الموجودة في الحديث في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما حث الناس ما على الزواج الحلال بدون شهود وبدون رضاء الولي الزواج حلال يشوفوش أكثر من خلال ولكن في تورس المرياج الزواج هو معلما يعني فما علمات الزواج في تورس منذ عهد بورجيبة الزواج المرياج الزواج الحلال لم يعد مطبق ولكنه مطبق في بلدان أخرى في بلدان عربية أخرى وحتى في أوروبا خاطر فما ناس حبوا يعني يزون ولوا دي فرمي مي بروبو يعني غيروا المنطقة متاعي غيروا كلماتي المرياج حلال موش هو الزينا سيبالا فرنكاسيون هو الزواج غولوجيو المرياج غولوجيو حسب الشروط الإسلامية يكون أيضا زواج يعني معلن اجتماعيا من الحكاية الأخرى من التهجمات الأخرى من التهجمات الأخرى فما ناس يعني تهجموا على الباجر متاعي الناس هذو حسب نرواحهم حاجة كبيرة دونك دكاترا مهندسين من أيضا من نساء الديمقراطيات يعني ناس عم نرواحهم انتلكتويل عم نرواحهم يعني مثقفين مثقفين للبلاد أما بصراحة هما أشبه مثقفين هما قوقعة فارغة علش قوقعة فارغة؟ لأنهم ما عندهمش حتى دراية حتى ثقافة لا بالعقدة متاحهم لا بتاريخ الإسلام لا بتاريخ العرب ولا بتاريخ أوروبا ولا بتاريخ العلمانية يعني هما قلو لهم هذيك حاجة بلا يتمشوا فيها يمشوا فيها في الطويل هذو ما يعني كيفاش تحب تعمل نهضة في عالم إسلامي منقسم إلى 56 بلد بناس أشبه مثقفين اللي هما أصلم عندهم احتقار لأنفسهم لهويتهم العربية الثقافية وعندهم احتقار لتاريخهم أيضا التاريخ هو مش قاد مش قاد يقرّو فيه بالاجداء التاريخ مش قاد يقرّو فيه في العكول وإذا شفتم تلكمى تاريخ فرنسا كيفاش قامت فرنسا كيفاش قامت النهضة الفرنسية النهضة الفرنسية قامت بالنهضة الثقافية في القرن السادس عشر والنظر الثقافية قامت بالرجوع إلى الماضي يعني الثقافة الإغريقية وثقافة الرومانية كل الثقافة الفرنسية مرتكزة على ثقافة الأغريق وعلى ثقافة الرومان يعني هما عموا نهضة على أنقاذ الماضي كل الأدب السنة 19. القرن السنة 19. هو أدب تجديد لثقافة الاغريق وثقافة الرومان كما تشوفوا عندكم البواءة في البليادة رانسار دوبلي عندكم زمانيستكم فرانسوا عابلاء كيف ميشيل دمونتيني اكسا ترا هذا ما كل قاموا يعني الأدب متاح مقام على تجديد أدب الاغريق وآدب الرومان وهو من عملوا النهضة في القرن السابع عشر عملوا النهضة الثقافية وفي القرن السابع عشر عملوا النهضة العلمية وبالنسبة للناس العلمانيين اليرتو العلمانية بالعلم غالط لأن النهضة العلمية في القرن السابع عشر كانت تحت يعني ما كانش تحت نظام علماني كانت تحت نظام ملكي وفي القرن الثامن عشر كانت النهضة السياسية لكن النهضة السياسية قامت على فلسفة الفرماسونية وفي القرن التاسع عشر قامت النهضة الصناعية وفي القرن العشرين قامت النهضة التكنولوجية يعني القاعدة لباز لكل النهضات قامت في الخمس قرون التعداد هي النهضة الثقافية يعني إن فا الهوية متاحهم تركزت على السور ديغوبير ديغوبير إستوريك ديغوبير كولتوريل يعني تركزت معناها على الرجوع إلى الماضي للأغريق والرومان الهوية متاحهم يعني هي كانت الأصل كانت هي منبثق الحضارة متاحهم المشكلة في العالم الإسلامي ما فيماش تجديد ما فيماش تجديد للحضارة الإسلامية ما فيماش تجديد للأدب الإسلامي الأدب العربي يعني كل الناس ينظروا للغرب ما ينظروش لتاريخهم ما ينظروش للأدب ممتاحهم ما ينظروش الثرواتهم يعني المشكلة أنكم خرجين من رواحكم لكن النهضة هي تقوم بالرجوع للنفس بالرجوع للهوية في مجمع أخوين وسي يحكيوا كيفاش مرأة كيفية ندافع على المسلمين الملتزمين المفتحدين ودافع على المشروع الإسلامي وتنتقد العلمانين المتطرفة وهي لا تلبس الحجاب هذوما ناس ما شافوا من الحضارة الإسلامية إلا إلى المظاهر الإسلام قبل ما يكون حجاب يكون فكر فكر وذكاء أوكي دونك القيمة القيمة في الإسلام قبل ما تكون حجاب هي الحشمة أوكي وإذا كنت أنا كنت نعمل فيديو متاعي ولابسة حجاب الخطاب متاعي يكون مواجه للناس اللي لابسين حجاب يعني يكون الخطاب محدود لكن إذا كنت نعمل في خطاب كيف هيك وأنا عندي مظهر غربي يكون الخطاب متاعي مواجه للناس لكل ألا في الغرب ألا في الشرق حاصلوا كما قلت لكم مارسي بوغة لزنكوراجمان إن شاء الله أقناعتكم ورديت عجمع ذوما الحدثات العلمانجية وإن شاء الله في فيديو جديد وكما تشوفوا أنا وكما قلت لكم من اللي بروجي متاعي في مناسي حيحكيوا على التكوين متاعي أنا شري عندي دكتورة في الأدب الفرنسي وعندي دكتورة في التاريخ الفرنسي وقعدة نكتب وإن شاء الله ننشر في أخر الوقت والمشروع متاعي هو كيفاش نقوم بالمجتمع كيفاش نقوم بالنهضة في المجتمع العربي الإسلامي وكيفاش تقوم هالنهضة هذه وكيفاش بش نعمله ولكن مخاليكم اليوم إن شاء الله في فيديو جديد وكما تعد متنسى مش لايكي بحتاجي ومنح التعليقكم ستعليقكم تري بيان تخذوا رائع الشيسونت وتعطيني في أفكار حلوة على الأخر وبعناء غرائي ومعنى غرائي بوزريفلكسيون قادة يعني نطور في رفلكسيون و لا دونك كي كي مخليكم ان شاء الله في فيديو جديد معاكم كانت معاكم امل بنس و ان شاء الله نتلقاو في تونس